جفاف الفم والعين والجلد عرض بيحس بيها عدد كبير جداً من الناس وغالباً بنعتقد إن هي عادية ومش دليل على حاجة لكن للأسف لما الجفاف بيكون شديد ومستمر فده مش شيء عادي ولا طبيعي بالمرة الجفاف الشديد والمزمن في الفم والجلد والعين ممكن يكون دليل على الإصابة بمتلازمة شوغرين شوغرين سندروم ده مرض مناعي ويصيب الغدد اللعبية والغدد الدمعية مرض شوغرين مش بسيط لإنها بيتفاقم مع مرور الوقت طيب إيه هي متلازمة شوغرين أعراضها إيه نتأكد من إصابتنا بيها إزاي ليه بنصاب بيها أصلاً وإيه علاقتها بالروماتويد والزئبة وأمراض المناعزاتات تانية إيه مضعفاتها نتجنبها إزاي ونعالج متلازمة شوغرين إزاي بطرق طبيعية بعيداً عن الأدوية التقليدية اللي هنفهم إزاي هي أساساً أحد أسباب الإصابة بشوغرين سندروم متنسوش لايك وشيري للحلقة سابسكريب للقناة يلا بينا نبتتي أنا أنا ده حرفوش ديه قناة ويلبي متلازمة شوغرين هي أحد اضطرابات المناعزاتية المريض بيلاحظ فيها شعور بجفاف شديد جداً في العين بدرجة كبيرة بتوصل إن هو يحس كأنه طول الوقت فيه رمل أو حصب حصو صغير كده فعليه مع جفاف شديد في الفم بيخلي البلع والكلام عملية صعبة جداً ممكن يكونوا مصحوبين بجفاف في الجلد ممكن يحس بيه في أي مكان ممكن الموضوع كمان يبدأ بعرض واحد بس أو اتنين طيب إزاي نتأكد إن الجفاف ده مش جفاف عادي في العين أو مجرد جفاف في الفم لأي سبب تاني أولاً لازم تفضل الحالة مستمرة لمدة تتجاوز التلت شهور بشكل متواصل ساعتها بنبدأ نتوجه لعمل التحرير والفحوصات اللي ممكن تأكد أو تنفي الإصابة في فحوصات كتير ممكن نعملها علشان نتأكد زي إن إحنا مثلاً نروح لعيادة العيون بنعمل كمان أشعة على الغدد اللعابية علشان نشوف كمية اللعاب اللي بتفرس في الفم دي كمان مجموعة من تحاليل الدم أهمها تحليل الاس اس اي والاس اس بي دي تحاليل الأجسام المضادة اللي وجودها بيدل على الإصابة بمتلازمة شجرن وبيأكدها يعني لو طلع الفحص ده ناتجته إيجابية فأنا بالتأكيد مصاب بمتلازمة شجرن كمان الان ايتست ده تحليل الأجسام المضادة اللي بيكشف عن الإصابة بعدد كبير من الاضطرابات المناعية زي الروماتويد والزقبة وشجرن كمان في الحالة دي بنلاقي معدل الترسيب اللي هو الاس ار مرتفع متلازمة شجرن نوعين أولية وسنوية متلازمة شجرن الأولية اللي هي بيكون الشخص مصاب فيها بمتلازمة شجرن فقط أما متلازمة شجرن السنوية بيكون الشخص مصاب فيها بمرض تاني من أمراض المناعة الزاتية الروماتيزمية خاصة من تحيب المفاصل الروماتويدي والزقبة وهنرجع للموضوع ده بعد شويل إنه مهم جدا ليه متلازمة شجرين مرتبطة بالزئبة والروماتويد والمصابين بيهم هم أكتر عرضة للإصابة بشجرين هنعرف مع بعض بعد شوية طيب هو إحنا ليه قصة ممكن نصاب بالشجرين سندروم والحقيقة أنا مفيش سبب واحد بس محدد هي عوامل كتير لما بيجتمعوا بترتفع احتمالية إصابة الشخص بشجرين زي إيه؟ أولاً العامل الجيني إن يكون عندي العامل الجيني المسؤول عن الإصابة بشجرين طيب هل لو أنا العامل الجيني ده موجود عندي خلاص حتماً لازم يجيلي المرض؟ طبعاً لا الجين بيفضل كامل طول الوقت كأنه مش موجود خالص لحد ما تحصل مجموعة حاجات تحفز إن الجين ده يحصل له اكتيبيشن أو نشاط زي إيه الحاجات دي؟ أولاً الصدمات النفسية والتعارض للضغوط بشكل مستمر ثانياً الإصابة بالإبشتاين بور فيروس اتكلمنا عنه بشكل دقيق ومفصل قبل كده بحلقة عن الإبشتاين بور فيروس ووضحنا إن الفيروس ده من نفس عيلة الهربس كلنا بنصاب به تقريباً أثناء فترة الطفولة لكن هو بيفضل كامل وفي حالة خمول في الجسم ولإنه فيروس انتهازي هو بينتهز فرصة ضعف جهاز المناعة وبيبدأ ينشط ويهاجم الجسم مرة تانية وقلنا كمان إنه هو من أهم مسببات الإصابة بالأمراض المناعية لإنه هو بيقدر يحاكي أو يقلد أنسجة الجسم علشان يستخبى من جهاز المناعة فيبدأ جهاز المناعة يهاجم الجسم معاه عن طريق الخطأ وتحصل الإصابة بالاضطراب المناعي وهو ده نفسه اللي بيحصل في حالات الإصابة بالشوغرين سندروم مش في كل الحالات طبعاً ولكن في حالات كتير جداً ثالثاً مشاكل الجهاز الهضمي زي التهاب القولون وارتشاح الأمعاء لما بتستمر الموضة الطويلة المشاكل دي بتسبب خلال في وظيفة جهاز المناعة لأن أغلب خلايا الجهاز المناعي موجودة أصلاً في الغشاء المخاطئ المبطن للأمعاء فالتهاب القولون وارتشاح الأمعاء بيتسببه في أن جهاز المناعة بيفضل يرصد حالة التهاب طول الوقت فيبدأ يعمل رد فعل يستهدف أعضاء الجسم عن طريق الخطأ وهنشرح برضه ده بيحصل إزاي رابع سبب هو خلال بكتيريا الأمعاء أو وجود بكتيريا ضرة بأعداد كبيرة في الأمعاء أو حتى فرط نمو الفطريات سواء في الأمعاء أو في الفم زي الكانديدا مثلاً ليه الإصابة بشجرن أصلاً مش موضوع بسيط ولا يستهان به بسبب المضاعفات أولاً جفاف العين لفترات طويلة بيؤدي لمضاعفات خطيرة على العين ثانياً جفاف الفم بيؤدي لتفاقم نمو الفطريات والإصابة بالكنديدا والتسوس وفقد الأسنان ثالثاً مرض شجرن ممكن كمان يتسبب في أن الجهاز المناعي يبدأ يهاجم أجهزة تانية زي المفاصل، الرئتين، الكبد، الكلة، الغدد اللمفوية لدرجة أن مرضى شجرن سيبروم هم أكتر ناس عرضة للإصابة باللمفومة أو سرطان الغدد اللمفوية طيب ما تيجو كده نشوف مع بعض ليه مرضى للترباط المناعية بيكونوا معرضين أكتر للإصابة بمتلازمة شجرن في عدد كبير من الترباط المناعية لما بيصاب به الشخص بيكون معرض أكتر لخطر الإصابة بشجرن زي روماتويد، الزئبة، الهاشموتو، التهاب الكبد المناعي والتصلب المتعدد وتصلب الجلد وفي الحالة دي بيكون الشخص معرض أكتر للإصابة بمتلازمة شجرن السنوية من خلال شغلي في الفترة الأخيرة مع عدد كبير جدا من مرضى المناعي الذاتية هقول لكم ملاحظتي الغريبة جدا ومش عايزة حد يتفاجئ الحقيقة أنا تقريبا 100% من حالات شجرن اللي أنا شفتها لحد النهاردة هي كانت متلازمة مع مرض مناعي تاني يعني أنا لحد دلوقتي عمري ما شفت مريض شجرن مصاب بمتلازمة شجرن بس شفت حالات كتير جدا ودول الغالبية كانت شجرن وروماتويد شفت حالات شجرن وزئبة حالات شجرن ومتصلب جلد الإصابة بمتلازمة شجرن مرتبطة بشكل كبير جدا بالإصابة بالروماتويد بالتحديد الدراسات بتقول إن تقريبا 30% من مرضى روماتويد بيصابوا بمتلازمة شجرن وبيرتفع خطر الإصابة كل ما زادت حدة الروماتويد وكل ما طالت فترة الإصابة وكل ما كان عامل الروماتويد أو الروماتويد فاكتور أعلى عند المريض وإن جودة حياة المرضى بتتأثر بشكل سلبي جدا بسبب المضاعفات المستمرة يعني مش بس ألام والتهابات مفاصل بتزيد طبعا مع الإصابة بشجرن لا كمان أعراض جفاف الفم والعين اللي بتبقى مزعجة جدا ممكن كمان الكبد والكلة والرقتين تبدأ تتأثر طيب ليه؟ إيه السبب اللي بيخلي مرضى للترباط المناعية معرضين أكتر من غيرهم بدرجة كبيرة أوي كده للإصابة بشجرن أنا هقول لكم نظريتي الحقيقة إن دي نظريتي الخاصة أنا دايما بحب أربط المعلومات ببعضها واطلع باستنتاج يفدني يفدني فهم جزر المرض مسببات الإصابة وكمان بيساعدني أكتر في التعامل مع كل حالة قدامي لأن كل حالة غير التانية مفيش اتنين زي بعض فمعلش خليكم معايا واحدة واحدة كده واسمعوا الفيوري بتاعتي دي نظريتي اللي بتستند على دراسات علمية حقيقية الدراسات بتأكد إن لعاب المرضى المصابين بمتلازمة شجرن بيحتوي على أعداد أكبر بكتير من الحمض النووي الخاص بالإبشتاين بار فيروس ما يعني إنه الفيروس موجود وحصل له إعادة نشاط ولقينا كمان إن فيه استجابة مناعية يعني الخلايا المناعية بالتحديد التيسلز المسؤولة عن مهاجمة الأجسام الغريبة وحماية الجسم حولت تهاجم الفيروس في اللعاب ولكنها استجابة بقت بالفشل يعني الخلايا المناعية كانت أضعف من إن هي تقدر تقضي على الفيروس جهاز المناعة بتاعنا عمره ما هيسكت وهو شايف الفيروس لسه موجود هيفضل يقرر الهجوم ويعيد المحاولة طول الوقت فتفضل فيه استجابة مناعية تسبب التهاب مستمر ده الواحد أصلا محفز على الإصابة بالمرض وإن الجسم يبدأ يهاجم الغدد اللعبية نفسها طيب ليه الاستجابة بتبدأ تبقى غير منظمة؟ يعني ليه الجسم بيبدأ يهاجم نفسه؟ هقول لكم فكلين لما قلنا إن التهاب القولون وارتشاح الأمعاء هو أحد مسببات الإصابة بشجرن؟ الأبحاث بتقول أن الناس اللي بتعاني من التهاب القمعاء بشكل مستمر بيحصل عندهم خلل في استجابة الجهاز المناعي بحيث أن T-Helper 17 Cells المسؤولة عن مهاجمة الأجسام الغريبة بتزيد جدا أعدادها بتبقى أكتر من اللازم وفي نفس الوقت فيه نوع تاني من خلايا الجهاز المناعي اسمها T-Regulatory Cells دي وظيفتها أن هي تخلي جهاز المناعي يفرق بين الفيروسات والأجسام الغريبة وبين خلايا أجسامنا نفسها الخلايا دي بقى بالتحديد أعدادها بتبدأ تقل جدا فيبدأ الجهاز المناعي يتوه ما يبقاش عارف يفرق بين الفيروس وبين الجسم فيهاجم الاتنين مع بعض في نفس الوقت قلنا أنه هو هجوم فاشل ما بيقضيش على الفيروس طب ليه؟ ليه منعتنا بقت أضعف من أن هي تقضي على الفيروس مع أنه هو فيروس تافه جدا خمنوا انتوا كده الشطر يقول لي هو هو نفس السبب اللي خلل إبشتاين بور بيروس أصلا يرجع ينشطين ها فكروا معي إيه الأدوية المسبتة للمناعة والكوربتيزون اللي بيفضل مريض المناعة الزاتية والروماتويد ياخدهم طول حياته وهي دي خطورة الأدوية التقليدية اللي أنا بتكلم عنها بقالي أكتر من سنة اللي بقى عندي حالة رعب منكم الحالات اللي أنا بشوفها مش بمرض مناعي واحد أقسم لكم بالله 2 و 3 هشيموتو سم روماتويد سم شجرن زئبة سم روماتويد سم صدفية روماتويد سم شجرن سم قولون تقرحي وهكذا اخد دواء يضعف تماما من قدرة التي سيلز لأن هي طبعا اللي بتتسبب في حجوم المناعة والالتهاب وده بيبقى التهاب مطلوب جدا لو فيه فيروس الجسم يبقى في الحالة دي مستباح قدام أي فيروس حقير ملوش أي لازم ينشط الفيروس يجيلي مرض مناعي تاني أخد له مصابة مناعي جديد فيجيلي مرض مناعي تالت رحموا الناس حرام عليكم في حاجة تانية برضو بتعملها الأدوية بتحفز الإصابة بشجرن بالتحديد إن هي أساسا بتسبب جفاف الفم والعين اللي بالتالي بيسبب التهاب وشرحنا قبل كده في حلقة للتهاب منخفض الدرجة طويلة الأمد إن الالتهاب سبب ونتيجة للإصابة بالمرض المناعي لو أنا طول الوقت أصلا عندي العين والفم والجلد فيهم جفاف كعرض جانبي للأدوية عادي جدا إن جهاز المناعة هيرصد للتهاب ويبدأ يقوم بدوره ويعمل رد الفعل الطبيعي ويحصل إطراب مناعي جديد أفضل أقول الحل في تقوية وتعديل المناعة مش المصابتات والكورتزون أرجوكم ياريت يكون لأنا قلته وصل وفهمته مدى خطورة مصابتات المناعة عليكم طيب إيه الحل بقى؟ إزاي نعالج شجرا من غير ما نلجأ لمصابتات المناعة؟ أولا لو أنت أصلا مصابة بالروماتويد ارجع للحلقة اللي أنا شرحت فيها إزاي أنا تعافيت من الروماتويد وطبقي اللي فيها أرجوك كمان الهاشيموتو والزقبة وتصلب المتعدد والصدفية شرحت قبل كده في حلقات منفصلة إزاي نقدر نتعامل معهم مع كل مرض فيهم لوحده هسيب لكم البلايليست اللي فيها كل الحلقات دي في صندوق الوصف ليه لازم؟ لأن لو حضرتك مصابة بشجرا احتمال كبير جدا طبعا تكوني بتعاني من أي حاجة فيهم فالموضوع بيتاخد باكيج مش بنصلح حاجة ونسيب التانية الحل لازم يكون شامل بعد كده في حاجات كتير قوي ممكن نعملها علشان نتعافى من شجرن سواء كان أولي أو سنوي خلونا الأول نتكلم عن التهاب شجرن مرند بيتسبب في الالتهاب والالتهاب هو أحد مسبباته أهم حاجة نعملها في الحالة دي إن إحنا نسيطر على الالتهاب صح؟ صح إزاي بقى؟ أولا الدراسات بتقول إن مرضى شجرن بيعانوا من حساسية الطعام بدرجة أكبر من غيرهم بكتير ونحن عملنا تجربة كده جبنا مجموعة من المرضى عملنا لهم تحليل شفنا إيه الأكلات اللي بتسبب لهم حساسية ومنعناهم عندناها لفترة أثناء فترة المنعة دي الأعراض عندهم اتحسنت جدا وتم السيطرة على المرض بشكل كبير قمنا عملنا إيه؟ رجعنا دخلنا لهم تاني نفس أنواع الأكل اللي هم عندهم حساسية منها دي رجع تاني نشاط المرض زاد ورجعت الأعراض مرة تانية ما يدل بشكل قطعي على إنه حساسية الطعام هي أحد أهم أسباب نشاط مرض شجرن يعني دلوقتي لو أنا مريض شجرن لازم أعمل تحليل حساسية الطعام وابدأ أتجنب الحاجات اللي هيطلع عندي منها حساسية حدا هيقولي لأ أنا ما عنديش حساسية طعام أقولك مش كل الأكلات اللي عندنا منها حساسية هتسبب لنا طفح جلدي أو أرتكارية أو غسيان ده بيتوقف على درجة الحساسية ممكن أنا ما حسش بأي أعراض ظاهرية لكن جهاز المناعة بيرصد التحسس وبيبدأ يعمل رد فعل ردود الفعل دي ممكن تسبب التهاب دي حاجة لازم كل فرد مصاب بشجرن يعملها بشكل منفصل طيب إيه هي الحاجة اللي مفروض كل مرضى شجرن يعملوها اللي هم يبعدوا عن الأطعامة اللي أصلا أصلا بتسبب التهاب لكل الناس وبتزود مشاكل ارتشاح الأمعي زي إيه؟ زي الجلوتن الموجود في منتجات الدقيق وحاجة تانية كتير زي اللاكتوز الموجود في منتجات الألبان زي الدهون المهدرجة وزيوت البزور كل البروسست فود والأكل المعالج زي السكر الجنك فود الواجبات السريعة دي ممنوعات تمامة محظورات خاصة للسكر لأنه إحنا قريدي معارضين لتساوث الأسنان النظام الغذائي الأفضل لمرضى شجرن هو الكيتو دايت ليه؟ لأنه بيعتمد على مدخول كبير من الأحماض الدهنية وهنشرح ليه الدهون الصحية مهمة جدا جدا للناس اللي عندها شجرن وبيمنع كل الأكل اللي بيكون مسبب للالتهاب وبيخلي الجسم دايما معتمد على طاقة الدهون اللي هي طاقة مضادة للالتهاب طيب هل دا معناه أن أنا لازم أفضل ملتزم بالكيتو دايت طول حياتي؟ لا مش لازم لكن حتى السيطرة التامة على المرض وعلى معدلات الالتهاب وعلى الجفاف وبعد كده ممكن ألتزم بس بالممنوعات الصريحة اللي احنا تكلمنا عليها طيب الكلام دا يعني ممكن يحصل في وقت قد إيه؟ حسب الاستجابة حسب استجابة جسمي هل أنا مصابة بمرض مناعي تاني ولا لأ؟ هل عندي مشاكل صحية تانية ولا لأ؟ بعض الناس ممكن توصل لده في ثلاث شهور ناس في ست شهور ناس في سنة مفيش قاعدة سبتة كل حالة غير التانية كمان لازم أهتم جدا بترطيب جسمي وبشرب السوايل باستمرار مريض شجرن محتاج السوايل أكتر من الشخص العادي مشكلة إن إحنا لما بنشرب ميا كتير بنفقد المعادن والشوارد الضررية للجسم ودي بنعوضها بالإلكترولايتس أو حتى لو مش متوفر بناخد ربع معلقة ملح يا ملايا أو ملح بحري على كوباية ميا ونهتم إن إحنا ناخد صلطة وخضار كفاية لو إحنا ما عندناش إمساك أو ما عندناش التهبات في الأمعين طبعا شرب السوايل والإلكترولايتس دا هيحصل أثناء الصيام ما إحنا هنعمل صيام متقطع؟ طيب ليه صيام متقطع؟ بصوا مش كل مرة هنقعد نشرح إيه هي فائدة صيام المتقطع لمرضة للترباط المناعية عشان ما تذهبوش منه ونقعد نقول إن هو بيحفز للتهم الزاتي وعملات تجديد الخلايا وبيخلصنا من الخلايا المتضررة وبيقلل التهاب وينظم عمل جهاز المناعة كل دا خلاص بقينا عارفينه بس هقولكو فيما يخص شجرن بالتحديد في دراسة اتعاملت على الفران المصابة بمتلازمة جفاف الفم الشبيهة بشجرن تم تقسيم الفران دول لمجموعتين المجموعة الأولى حطناهم تحت نظام صيام متقطع ومجموعة تانية لأ حصل لهم إيه بقى المجموعة بتاعت صيام المتقطع دي؟ حصل لهم تضفق أعلى وإفراز أكتر لللعاب ابتدت أعداد خلايا التسلز والخلايا المفوية اللي هي بتسبب الهجوم أصلا تقل بشكل ملحوظ وطبيعي كمان بدأت البروتينات للتهابية تقل إحنا كده قدام عملية تعديل طبيعية لجهاز المناعة فوجدنا إنه الصيام المتقطع وسيلة فعالة في تحسين اعتلال الغدل اللعابية الناتج عن شوجرن سندرون هسيب لكم لينك الدراسة في صندوق الوصف حلو قوي منعنا مسببات الالتهاب رطبنا جسمنا بالسوال وإلكترولايتس عملنا صيام متقطع لما ربنا يكرمنا بقى ونوصل لمرحلة الأكل اللي إحنا تحبنا قوي عشان نوصلها نركز بقى على إيه أولاً وثانياً وثالثاً وعشراً الدهون الصحية من أول الام سي تي اويل وده مهم جداً جداً من أفضل أنواع الدهون اللي ما بتحطش أي لود على الكبد ولا الكلة ولا بتكسر الصيام المتقطع ونقدر ناخدها أثناء الصيام علشان تديني طاقة وتحسسنا بالنشاط لحد شحوم الحيوانات الأبوكادو زب جوز الهند المكسرات الزبدة والسمنة الطبعية اللي هم بالتحديد الزبدة والسمنة الطبعية الآيورفيدا دايماً بتوصي بيهم في حالات جفاف الجلد والفم والعين هو لو خدنا خطوة وارا كده وارجعنا هنلاقي أنه جفاف الجلد هو أصلاً أحد أشهر للأعراض بتاعة نقص الأحماض الدهنية طول منا ما باخدش دهون كفاية والله لو عملت إيه لو الشقلب تكب مهما دهنت في كريمات مهما حطيت في المرطبات ما فيش فايت إيه تاني الأكلات الغنية بفيتامين إيه في صيغته الناشطة اللي هي الريتينول طب نلاقيه فين الريتينول ده نلاقيه في الأسماك الدهنية اللحوم الكبدة وأعضاء الحيوانات البيض صفار البيض بالتحديد ليه بقى فيتامين إيه يعني إيه أهميته لأن حضرتك لو عندك نقص فيتامين إيه ده لوحده كده من غير حاجة تانية يسبب لك جفاف العين وضعف النظر ويزود مشاكل العين أضعاف أضعاف الأطفال اللي بيصابوا بالعامة في الطفولة بيكون عندهم نقص حاد في فيتامين إيه فهو أساسي جدا وضروري لكل المصابين بشجر وده هيخلي الكاد ليبر أويل أو زيت السمك زيت سمك القد هو المكمل الغذائي الأهم لكل المصابين بشجر ليه نادلة أنه هو أهم مصادر الأحماض الدهنية الأساسية غني جدا بفيتامين إيه بيحتوي كمان على فيتامين دي اللي هنجيله كمان شوية الجرعة اليومية هي 4 جرام من الأحماض الدهنية الأساسية اللي تقريبا بتكون أربع معالق صغيرين أو حسب السيرفينج سايز الموجود على النوع اللي أنتوا هتشترونه أنا هسيب لكم لينكات أفضل الأنواع في صندوق البصفة كمان عندنا الأطعامة الغنية بالبرو بايوتك البكترية النفعة زي الساوركراوت أو مخمر الكرومب أو الملفوف ولبن الكفر دول من أفضل مصادر البرو بايوتك نقدر كمان ناخد البرو بايوتك من المكملات السلالة المناسبة في الحالة دي هي اللي اكتبى سيلس بنبدأ بأقل جرعة وبنزود التركيز كل ما بنخلص الكورس وبيتاخد قبل النوم البراعم كمان مهمة جدا براعم الكيل وبرعم البرو كلي بالأخص ممكن نجيبهم من براعمة عندنا في البيت مش هيكلفونا أي حاجة والطريقة موجودة على يوتيوب الجنزبيل كمان الجنزبيل من أهم وأفضل الحاجات الطبيعية اللي بتزود إفراز اللعاب وكمان معروض بالخصائص المضادة للالتهاب الرهيبة الموجودة فيه عندنا كمان الزليتول ده نوع من المحليات البديلة للسكر موجود منه أنواع لبان أو علكة ده مفيد جدا في حالات جفاف الفم الشديد لأنه هو بيحفز إفراز اللعاب وكمان عنده خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات فبيحمي من الإصابة بالكانديدة وبيحمي من تساوس الأسنان أهم حاجة بقى مش عارفة إحنا إزاي لحد الوقت يسا ما تكلمناش عنها فيتامين دي اختصار شديد نقص فيتامين دي أحد أهم عوامل الإصابة بشجرن يعني الدراسات وجدت أن المصابين بشجرن عندهم فيتامين دي أقل بكتير جدا في جسمهم من غير المصابين يعني نقص فيتامين دي مرتبط بالتسبب بشجرن زي ما هو مرتبط كده بالتصلب اللويحي وأنه كل ما زادت حدة نقص فيتامين دي زادت حدة المرض جدا طيب ناخد قد إيه فيتامين دي 50 ألف وحدة دولية يوميا مع 500 ميكرو جرام من فيتامين كي تو لمدة 45 يوم على الأقل ثم 20 ألف فيتامين دي مع 200 ميكرو جرام من كي تو لمدة 45 يوم بعد كده هنكمل على 10 ألف فيتامين دي مع 100 ميكرو جرام من كي تو ولأ الجرعات دي مش هتسبب سمية فيتامين دي والرقم العالي في التحليل مش دليل على وجود أي مشكلة المهم ممنوع منع عن بطن مع الجرعات دي أن احنا ناخد مكملات الكالسيوم لأي سبب كان ممنوع منع عن بطن تناول منتجات الألبان كمان التوتكا التوتكا نوع من الأملاح الصفروية اللي جودتها عالية جدا جدا وثبت إن هي بتلعب دور كبير جدا في تحسين إفراز اللعاب وتقليل الالتهاب اللي بينتج عنه جفاف الفم وهي من أكتر الحاجات المهمة في برنامج علاج للترباط المناعية كلها تكلمت عنها كزا مرة قبل كده وهي بتحسن منتصاص كل العناصر الغذائية اللي احنا بناخدها وبتساهم كمان في علاج ارتشاح الأمعان أهم حاجة بقى في علاج حالات شجرن واللي اتعامل عليها دراسات أكدت فعليتها وإن هي مفيدة جدا 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 لحاء السنوبر الفرنسي دي نبتة طبيعية ليها خصائص بتعالج جفاف العين والفم هسيب لكم لينك الدراسة ولينك المكمل بتاع مستخلص لحاء السنوبر في صندوق الوصف أنا شخصيا لازم أحطه في أي برنامج أنا بصممه لأي حالة شجرن كمان شاي الكاموميل شاي الكاموميل العادي اللي احنا بجيبه من عند العطارين ده موجود في كل مكان قشمة الكاموميل نعمل منها شاي ونشربه برضو بيقلل جدا من جفاف الفم فيه كمان فورميلة طبيعية فعالة جدا برضو لترتيب الفم بتحتوي على مستخلص البروبوليس وعسل المنوكة وزيت النعناع الفلفل بتبقى موجودة في بخاخ صغير كده للفم هتلاقوا لينك بتاعها برضو في صندوق الوصف طريقة استخدامها هي بخة واحدة بس في اليوم أول ما نبدأ بعد كده بنبدأ نزود بالتدريج لحد ما نوصل لست بخات في اليوم طيب هل احنا لازم نستخدم كل الحاجات دي؟ لا مش لازم كلها بس هي كلها فعالة وقوية واللي أقدر أوفر واستخدمه هيساعدني كتير جدا في حالات جفاف الجلد الشديد هندهن الجلد يوميا بزيت جوز الهند مع زيت بزر الكتان مع زيت الخروع الخليط ده بيرطب ترتيب رائع بيقلل للتهاب وبيحارب أي بكتيريا أو فيروسات اللي الجلد بيكون معرض جدا للإصابة بيها نتيجة الجفاف الشديد زيت الخروع بالتحديد بقى نقدر نستخدمه زي القطرة للعين مرتين أو ثلاثة في اليوم بيرطب العين جدا وبيقلل الجفاف والالتهاب ممكن بعد الاستخدام نحس بشوية نغمشة كده أو ضبابية في الرؤية بسبب الطبقة الدهنية اللي الزيت بيسيبها بس دي بتروح عادة خلال دقايق ولكن في نقطة مهمة جدا بقى زيت الخروع اللي أنا هستخدمه للعين لازم يكون من مصدر عالي الجودة لازم يكون معقم تماما لازم يكون خالي من المواد الحفظة يعني ماينفعش أجيب زيت خروع مجهول المصدر أو بيحتوي على مواد حفظة أو كيمويات وحطه في عيني ممنوع تماما طيب أعرف إزاي إن هو خالي من المواد الحفظة الأنواع الجيدة الخالية من المواد الحفظة بيكون مكتوب عليها كده بوضوح تاني صدقوني لو إحنا عملنا الحاجات دي والتزمنا بيها هنحس قد إيه شجر ده مشكلة بسيطة جدا وحلها سهل مع إن إحنا لو تعملنا معاها بالطرق التقليدية الموضوع فعلا بيكون خطير جدا ومتوقع ظهور المضعفة فطبقوا النظام ده وإنتوا هتتأكدوا بنفسكم من كلامي وللضرورة القصوى لو إحنا عندنا أي اضطراب مناعي تاني غير شجر بالإضافة لشجر لازم نشوف حلقة الإبشتاين بور بيروس اللي هتظهر دلوقتي ولو عجبتكم الحلقة دي ما تنسوش اللايك والشير سبسكرايب للقناة ولو فيه أي موضوع حابين إحنا نتكلم فيه سبهولي في الكومنتز أما الاستشارات هتلاقوا اللينك وجود في الدسكريبشن أشوفكم الحلقة الجاي بي بي